أكدت الأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة خلفت أكثر من 40 مليون طن من الركام وهم يحتاج إلى أكثر من 15 عاما لرفعه وفي تقرير لها أكدت الأمم المتحدة أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في قطاع غزة قد تصل إلى 40 مليار دولار ووفقا للسيناريوهات الأكثر تفاؤلا فإن إعادة إعمار المنازل في قطاع غزة والتي دمرت خلال الحرب قد تستمر حتى عام 2040